بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم بين يديكم المهندس وجيه عباس النهاردة بإذن الله حلقة الانتروداكشن المقدمة الخاصة باستواني التعليم برنامج Autodesk Revit Structure 2012 2012 سبق وشرحنا Autodesk Revit Architecture 2012 النهاردة بإذن الله نعمل مقدمة بسيطة عن برنامج ما هو هو برنامج من ضمن برامج شركة أكبر شركات تصميم البرامج الهندسية آآ البرنامج يعد من آآ يعد إحدى برامج أو البرنامج من موايزاته بتاعته البازيك بتاعته من هو يقدر عمل استيراد لملفات ملفات والشغل عليها له القدرة على إضافة العناصر الإنشائية الأساسية من كاميرات وبلاطات له القدرة على إضافة التفاصيل الإنشائية كالتسليح وعمل لها زي ما هنشوف ده القدرة على تحليل المنشأ وتحميله إضافة التحميل على المنشأ تدلودو وأنواع الأحمال كلها وبعد كده يقدر يعمل لها آآ تصدير على برنامج تحليل زي الروبوت مثلا بيعمل لي للشيتات والسكادولانج يقدر يعمل لي حصر للكميات واللمواد اللي أنا شغل بيها والقلم إن سبناه يشغل بيها بيقدر يعمل لي بيقدر يطلع لي التفاصيل اللي أنا قلتها مختلفة لو دخلنا على آآ دورة تصميم وتنفيذ أي منشأ ما هو هو هي المراحل دي كلها يا جماعة إن أنا باخد لو مثلا عندي حتة الأرض فاضية خالص أوصل بيها لحد ما أوديها أو المالك ببدأ هنا بادي القطعة بتاعته للمعماريين المعماري يخلص للشغل الرسومات المعمارية كلها بعد كده بيخدع مهندسين آآ السيفل آآ بمعنى اللي هي حتة الأرض اللي عندي من طرق لو أنا بعمل مدينة يبي يزبطولي الطريق بتاعي يزبطولي قطعة الأرض كل حاجة خاصة بالسيفل مهندسين للإنشائيين اللي هو شغلنا الهندسة الإنشائية إن أنا بعمل تحميل للمنشأ اللي أنا أخده من المعماري بعمل له تحميل أضيف عليه الأحمال رياح زلازل أوصف وأطلع قطعات بعد كده الامي اي بي سيستمز انجينيرز هندسة الامي اي بي اللي هي الخاصة بكل الكهرباء والميكانيكس والصحية وكل حاجة خاصة الخاصة بالكهرباء والميكانيكس والحاجة دي كلها والمطابخ بعد كده بخش على عملية التنفيذ عملية التنفيذ في الموقع بعد كده بسلم المنشأ اللي أنا استلمته وهو ده المقصوب يبقى إذا عندي أدي تلاتة هما الخمس مراحل وفي الآخرة سلم المنشأ ده المقصوب لو دخلنا هنا شركة يا جماعة بالتيح لي جميع البرامج اللي أنا من أول ما استلم المنشأ لحد التنفيذ أقدر أعمل الهيكلة الإنشائية وتحميل المنشأ بعد كده أقدر أصدره على برنامج زي الروبوت يعمل للتحليل نفسه وإيجاد العزوم بعد كده أقدر أطلع لوحات بالفابريكيشن تفاصيل الإنشائية وسبع شعر رحمها في برنامج وده هنا البرامج الخاصة بالمعماري المعماري يدي لي خشها الانشائي وكي هنا يطلع لي البرنامج يطلع لي الشيطات الخاصة بالقطاعات وعمليات التنفيذ عشان أقدر أخذها وقدر نفذ بها فهي دي برضا السايكل الخاصة بتحليل وتصميم أي منشأ عندي منشأ برنامج للكدرة على يعمل نمزجة للتسليح فيقدر يرسم لي تفاصيل التسليح بالشكل اللي أنا شايفه كده مسلا كانت كاميرا وده للكانة يقدر يحطي للإستيراس بتاعته للكاميرا مسلا يقدر يطلع لي الشيط فيه التفاصيل التسليح وبالنسبة للإستيراس يقدر يطلع لي الكطاعات بالوضع اللي أنا شايفه ده لما أسطب البرنامج هجد أن المكتبة بتاعتي والتمبلتز من امبريال ومترك بتنزل على الباث دوت والآدرس دوت من دوكومنتز في الوزر ابيكيشن دا اوتو ديسك بعد كده اخش على الرئيسة الفين وعشرة هجد اللايبراري بتاعت المكتبة واجد التمبلتز اللي أنا هشتغل عليها ودي هنا صور لبعض المنشآت التي تم تمثيلها ببرنامج دا ايفل طور طبعا يعني دوت هنا ايفل طور ما كانش في برنامج ساعة برج ايفل لكن دا عمله تمثيل برج ايفل بعد كده دي بعض المنشآت الهمة التي تم تم تمثيلها دي المنشآت اللي عندي دوت هنا في السعودية سعودية ربيا دي هنا مستشفى الاطفال دي بعض المنشآت الهمة التي تم تمثيلها زي ما أنا شايف دي هنا النبضة عن صاحب العمل طبعا مش هتكلم عنها مش مهم اخلي حضركوا تكلموا عنها وازن الله نتديل الحلقة الجاية ولا حلقات تعليمنا لأسطاني التعليم برنامج للمهندس واجه عباس اللهم علمنا ما ينفعنا ومنفعنا بما علنتنا إنك أنت العليم والحكيم أتمنى الإفادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته